بعد أن أعلنت مفوضية العلية المستقلة للانتخابات النتائج الأولية لها في عموم البلاد تسيد الحزب الديمقراطي الكردستان مقاعد الإقليم بحصوله على 32 مقعداً توزعت بين أربيلا ونينا وودوهوك فيما حصد الاتحاد الوطن المركز الثاني بحصوله على 19 مقعداً أما الجيل الجديد فقد حصل على تسعة مقاعد متخطياً حركة التغيير والاتحاد الكردستاني هذه الانتخابات خضناها وحدنا والبقية أيضاً والنظام الانتخابي يعني يفرط عليك نوع معياً من التحضيرات كل حزب يعتمد على نفسه اعتمدنا على نفسنا على كوادرنا على تنظيماتنا على ناخب حزبنا ولهذا من السابق اليواني البحث عن التحالفات لكن هذه التحالفات حتماً ستأتي سبعة أحزاب كردية تنافست على 46 مقعداً تنافس عليها 145 مرشحاً كانت أعلى نسبة للتصويت المرشحين في محافظة دوهوك بلغت 54% فيما تلتها أربيل ب46% والسليمانية ب37% فيما تجاوز عدد الناخبين المليون والمصوتين أكثر من نصف مليون مصوت قضية الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف كردستان بالأحرى لضم الاتحاد الوطني وحركة التغيير وأيضاً الحزب الديمقراطي الكردستاني نحن ندعو إلى استراتيجية ضامنة هذه الاستراتيجية تكون واضحة في بغداد وتعاملها مع الحكومة الاتحادية تعتمد على تنفيذ الدستور دون انتقاية بين هذه المادة وهذه المادة أخرى ندعو شركاءنا السياسيين في الحكومة الاتحادية والفائزين في محافظة غير منتظمة بإقليم أن ينضموا إلى هذا التوجه وأن ينضموا إلى التوجه الدستوري ستدخل الأحزاب الكردستانية الفائزة خلال المرحلة القادمة حوارات مكثفة فيما بينها للخروج بموقف موحد فيما ستشكل وفداً تفاوضياً آخر للذهاب إلى بغداد لتشكيل الحكومة المقبلة من أربي البشيرة الحسن قناة الفلوجة